اهلا من جديد تحياتنا لكم حقيقة لا تخلوا حلقة من حلقاتنا بالحديث في موضوع تكنولوجيا تكنولوجيا بشكل عام احنا حياتنا ومحاطين بشكل دائم صرنا بعناصر تكنولوجية مختلفة وبتشتبك بتفاصيل حياتنا بكثير من الأشياء وخصوصا في وقتنا الحالي يعني احنا بالعالم اصبحنا تكنولوجيا الرقمية لكل هذه التفاعلات اللي عم بتحيطنا صارت يعني مستحوذة على حياتنا بشكل كبير وعلى حياة أولادنا أيضا من الأشياء اللي اصبحت كثيرا ما تطرح في بيوتنا وكثير عم نشاهد انه أطفالنا مقبلين وأيضا المراهقين والشباب حتى والشابات اللي هي موضوع الألعاب الإلكترونية اليوم رح نتعرف من خبير ومدرب أيضا ورئيس رابطة صانعي الألعاب الإلكترونية الأردنيين الأستاذ نور خريص رح نتعرف على هذا العالم أكتر ونعرف كيف ممكن نوجه أولادنا بحيث يصيروا منتجين للألعاب الإلكترونية أكتر مما هم فقط مستهلكين ولاعبين أهلا وسهلا فيك أستاذ نور صباح الخير شكرا يا مرحبا فيك أهلا أستاذ نور أنا لما اقترحت سمر الفقرة سألت سؤال هلأ صارت صار هناك صناعة في الأردن للألعاب الإلكترونية وهذا إشي إيجابي لأنه شيئنا أم أبينا يعني التكنولوجيا تأصلت في حياتنا وصحيح يمكن يكون هناك فيه إلها سلبيات لكن إيجابياتها أكثر أنا بدي أسأل عن كيف نصنف أن هذه ألعاب الإلكترونية كيف نستطيع تصنيف أن هذا لعبة إلكترونية أنت حضرتك كرئيس لهذه الرابطة صنيعي الألعاب الإلكترونية كيف نصنف أن هذه لعبة إلكترونية أو أن هذه صناعة للعبة إلكترونية وليست مجرد لعبة إلكترونية وضعت على الأجهزة الإلكترونية بشكل عام صناعة للعبة الإلكترونية والمرتوطة بالتكنولوجيا إذا كانت على الموبايل أو على اللوحي أو الكمبيوتر أو البيسي اليوم هي من الصناعات الأكبر نموا في العالم كله تفوقت حتى على هوليوود والسينما في الإرادات وفي المنتج اليوم اليوم صانع الألعاب الإلكترونية هو ليس فقط شخص سيصنع اللعبة التي نلعبها التي ننبسطها ونتسلى فيها أو نتعلم منها لأن الألعاب نتعلم هناك ناس المتخصصين في مجال الهاردوير نفس الجهاز المشتغل فيه أو بالتصويق أو بكتابة القصة أو بالسيناريو اليوم لنحكي أن هذه لعبة إلكترونية طبعاً لازم تتوافق فيها أنها تكون على أجهزة إلكترونية بتكنولوجيا إلكترونية اليوم أدي هذه الصناعة معترف فيها زي ما تفضلت إحنا صلنا بالأردن أربع سنين في عنا مختبرات وعنا طبعاً رابطة لصانع الألعاب الأردنية وبصراحة كانت من 2011 توجيهات من جلالة الملك قدي نقدر شبابنا نحولهم من مستهلك لمنتج في صناعك عم تتفوق بالبلايين بالسنة من إيراداتها مذهلة الأرقام نور يعني الكاندي كراش هلأ واحدة من اللعبة الإلكترونية هذه اللعبة الإلكترونية طبعاً ويعني مذهلة فعلاً الأرقام اللي بتسمعيها فخر يعني يكون في شاب صغير من عمر نور أو أصغر حتى بيشتغل على فكرة صغيرة وبيروجها بشكل جيد بتصير عالمية يعني مثل كتير كاندي كراش مثلاً كاندي كراش غيرت معالم الدول الإسكندنافية يعني روفيو اللي هم عملوا أنكري بيرد كاندي كراش من سويت أنكري بيرد صح كمان غيرت معالم الدول الإسكندنافية بإيرادات الأولى هلأ من دول نور هي صناعة الألعاب الإلكترونية كإيرادات لدولة والدعم العم يأتي لشبابهم يعني الدعم العم يأتي للشركات الفنلندي والسويدي اليوم من هالدول الإسكندنافية عالي جداً بسبب صناعة الألعاب الإلكترونية وهذا اللي احنا بنحاول نعمله في الأردن علشان شبابنا يقدروا يستفيدوا بهالصناعة المستقبلية اللي عم تكبر يعني إذا تفرج على النمو تاحا الفيديو بيديو بيديو دائماً هيك قفزة دائماً هيك دائماً هيك دائماً بيديو دائماً 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 نور إيش متخصص أصلاً إيش دراستك أصلاً هلا أنا خلست هندسة زراعية أوكي تتبطش ما ولا 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 بس طبعاً إحنا من إحنا صغار كنا نتحدث قبل الحلقة والبلايستيشن هؤلاء أنا مش كدير فضيعة ترب هاي الأشياء بس هم بشبهوا بعض هو كله هاد كلها لعاب الإلكترونية دائماً أنا بأعطي مثال بحاول أي حدا من الأهالي اللي بيجي بحكي لي أنه الأولاد قاعدين على الكمبيوتر مدمنين أنا مدمنين حكيت له إنبوكس على الفيسبوك شكيت له عن إيش هكي 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 أنا حاس أنه كدير عم بلعب فهو أجعبني بطريقة جميلة إحنا بالبيت أربع أخوان إقنعنا هيكي أقنعنا إحنا أربع أخوان بالبيت الله يخلقوا ببعا كنا مدمنين صغار وأقل واحد فينا خلصتوا مستر دقري ماشاء الله هذا فبالتالي موضوع ما إلها موضوع الدي كان في إدارة كويسة من الأهل وهنا بلعب دور اللي داما أنا بحكي المسؤولية مسؤولية اليوم الأهل الكبير إنه يدير شو هي اللعبة اللي بتدخل أولا الساعات اللي بيشتغل فيها هذا كتير مهم الطفل وبالتالي ويصير فيه تفاعل ما بين الأب والأم والله مش يلعب ها هو معزول بالزبط يقعدوا معا يلعبوا حتى لو ما بيحبوا الجيم شان يعرفوا هاي الجيم فيه جيمز تلعب لحاله يعني حتى يقعد جمبه يعني عرفه يقعد جمبه يقعد جمبه يعني وين صلت برافو عليه بالزبط ويعملوا يخلقوا من الوضع هذا اللعبة الإلكترونية اللعبة ما يتدخل بالتكنولوجي يقعدهم إياه يخططوا شو مثلا كيف نتغلب على المرحلة التانية شو رأيك أحكي لي أرسم لي تصبح قضية حوار يعني زي ما كنا زمان نتناقش بفيلم موفي على التلفزيون بتصير اللعبة هي موضوع نقاشنا ليش لا من الدنيا بتتغير فعلا لازم نحنا نغير عقلنا حقيقة من نلوم ولادنا بس نحنا اللي مش قادرين نتغير فعليا التواصل اختلف اليوم تواصل زمان نحكينا بنحكي قبل ما ندخل هنا أنه شفت صورة هذيك اليوم بناس في بريطانيا قاعدين وبيقرؤوا جرائد وكتب ومكان واحد وكان يحكوا عنهم زمان أنه شوف الناس بعد ما طلعت الجريدة صاروا منعزلين صاروا يقرؤوا ونفس التعليق اليوم نحكي على الناس على السمارتفون مثلا طريقة التواصل اليوم كيف نأخذ المعلومة اختلفت جيلنا الفكرة واحدة يمكن تكون الفكرة واحدة والهدف واحد يعني يمكن أحيانا إذا بدك تعمل مقارنة وعلى فكرة يعني التطور اللي صار بالعشر السنوات الأخيرة السريعة فقط يمكن القرن قرن كامل بالتطور التكنولوجي بشكل عام يعني أنا بذكر مولادي كانوا بالمدرسة وكان فيه تبادل بين الطلاب الأجانب واحدة من الصبايا التبادل كان معهم كان جايب دفتر هي روسية الصبية فالدفتر هذا فيه حل مسائل الرياضيات بطريقة كتير معقدة فسألتها عنه فقالت لي إحنا لازم هذا يعني مفروض في كل بلد أنه في جهة معينة من روح منحط منشوف هاي البلد قديس جمعوا وحلوا هاي المسائل الرياضية من المحافظة خلينا نسميها بمصطلحنا مدينة فازوا أكثر أو المدينة فازوا أكثر بهاي الألعاب لأنها بتعمل على تمرين عضلة العقل على موضوع الألعاب الإلكترونية بدي أسمع من حضرتك الجواب بعد هالفاصل القصير نروح لموجز الأخبار إن شاء الله صناعة السينما مش كتير يتطور لأنه ما في كان إيمان مثلا من قبل الدولة بالسينما قدي بتحسوا أنتوا كصانعي ألعاب إلكترونيين وفي إيمان من الدولة نفسها بينها تشجعكم كصانعي ألعاب إلكترونية ويكون في عاملة معاكم يعني فيه سيناريست فيه موزيجن فيه جرافيك ديزاينر فيه حدا بعمل أنيميشن فقدي ممكن الناس كتير تشتغل بهذا المجال بواحد عشر خمسة 2011 جلالة الملك افتتح مختبر الألعاب الأردني الجيمينج لاب الجيمينج لاب وكان أول مختبر في الوطن العربي الهدف منه يهتم بالشباب وتطويرهم بهال اللي منسميه منظوم الإيكو سيستم الخاص في صناعة الألعاب بيوم الافتتاح كان في عنا خطة عمل ناقشناها مع جلالة الملك لخمس سنين ايش ممكن نعمل احنا كان صانعي ألعاب قطاع خاص مع الشباب بدعم من صندوق الملك عبد الله بتوجهات على مستوى على مستوى الأردن وكانت انا شخصيا ما بنساها سيدنا لما افتتح قال وين بعد المختبر بعمان الأردن مش عمان وتوجهنا دغري فتحنا مختبر ألعاب في إربد مضبوط هلا عم بتنقل جيم جياب للعقبة والعقبة واليوم عنا تلات تلاف ها هو موبايل لاب لا لا هو فزيكال لاب موجود إحنا من روح من تور على المدربين على الأردن عنا تلات تلاف منبر تلات تلاف هذا عنا خلصنا دورات في الفرر الماضية من أعمار تمانية سنين ولم يبلش الدورة من خليه خلص بلعبة يعني بيطورها بلعبة هلا الاهتمام موجود صندوق الملك عبد الله عم بيعمل هاي الأكتيفتي كل هاي لدعم الشباب مجانية الأعضاء ما بدفعوا أولا إشي على التدريب وعلى الاهتمام فيهم ولا على تطوير ألعابهم شاينينزوها على السوق فمن النقطة اللي بتيجي فيها اللي بتخلصي أنت مغطية ومع شركاء عالميين كبار معنا مما أنك هندسة زراعية فأنا بقدر أقول لك مهندس نور منحب نشوفك كمان مرة الله يخليكي لأنه هذا الموضوع فيه كثير تساؤلات وفيه قد يكون موضوع مؤرخ بالفعل منحب كمان نصور منحب نشوف ونشوف رأي الشباب حيال القضايا الإلكترونية أو الألعاب الإلكترونية لأنه بهمنا رأيك بكثير من قضايا إلى علاقة تساؤلات أهالي بتساؤلات مراهقين وغيرها وإحنا كأهل حتى نطمئن أو ما نطمئن وين يكون دورنا وكيف يكون دورنا نحن نشكر الفعل تسلموا شكرا لكم ودعمكم شكرا لكم